إذن اتفقنا على أن الاستهلاك العادي خسارة في حقيقته لا ربح والخسارة الناتجة عن الاستهلاك العادي نوعان الخسارة الأولى خسارة صحية لأن المستهلك في هذا العصر في الأعم الأغلب يشتري منتجات كيموية يدخل ضمنها أو في تركيبها مركبات كيموية ملونات منكهات مواد حافظة إلى آخره هذه وإن كانت هي مصرحة أو مصرح باستخدامها في هذه المنتجات بكميات قليلة إلا أنها على المدى البعيد سوف تؤدي بالمستهلك إلى الخسارة الصحية ولا شك النقطة الثانية خسارة المالية الخسارة المالية تكون في أن المنتج الذي اشتراه ذهب المال في شرائه ولم يرجع له هذه الخسارة المالية إذن هذه خسارتان ناتجتان عن الاستهلاك العادي ترجمة نانسي قنقر